مستشار جلالة الملك للشؤون العسكرية رئيس هيئة الأركان المشتركة الفريق أول الركن مشع لمحمد الزبن أكد دعم الأردن للمبادرة التي أعلنها سمو الأمير محمد بن سلمان ولي ولي العهد السعودي بتشكيل تحالف إسلامي لمواجهة الإرهاب المزيد حول اجتماعات وزراء دفاع دول التحالف الدولي ضد عصابة داعش والتي شارك فيها الزبن في تقرير يزن الريماوي مناقشة خطة الحملة العسكرية ومراجعة وتقييم الجهود الأخيرة لتسريع عملية محاربة عصابة داعش الإرهابية في العراق وسوريا وتداول أسلوب مشترك ضد طموحات العصابة وضمان حماية المواطنين ذلك ما بحثته الدول المشاركة في التحالف الدولي ضد عصابة داعش الإرهابية من بينها الأردن خلال اجتماع انعقد أمس بمقر نيتو في بروكسيل بمشاركة ثلاث دول تنوي المشاركة في التحالف بقوات أو غيرها من أشكال الدعم للحملة وهي أستراليا وجمهورية تشيك وسنغافورا البيان الختامي للاجتماع أشار إلى أن التحالف ما زال أمامه الكثير من العمل لهزيمة داعش واستعادة الاستقرار في العراق وسوريا وهو الأمر الذي يحتم عليه تسريع وتكثيف حملاته داعيا في الوقت نفسه إلى تفعيل دور الدول التي تقوم بدور غير بناء في هذه الحرب على حد وصف البيان البيان أكد كذلك على أهمية تقويد مركزي قدرة داعش في الرقا والموصل من حيث البنى التحتية والتمويل بالإضافة إلى إقرار احتياجات وصفها بالمطلوبة والثابتة لتسريع هزيمة العصابة والاتفاق على المراجعة المنتظمة لخطة حملة التحالف والتقدم في تنفيذها وفي سياق ذلك لفت البيان إلى ضرورة اقتران الحملة العسكرية ضد داعش بأنشطة أخرى شاملة في الخطوط غير العسكرية لتهيئة الظروف وإيجاد استقرار دائم في المنطقة في وقت أشاد فيه بالدول التي التزمت بتعهداتها في محاربة العصابة على صعيد المشاركة العسكرية أو من خلال التمويل أو كافة أشكال الدعم اللوجستي مفردا مساحة كبيرة من هذا التقدير لقوات الأمن العراقية بما فيها قوات البشمرقة وقوات القبائل السنية بالإضافة إلى قوات المعارضة السورية المعتدلة